السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا أوراق الخريف بالباستيل في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله لدينا الآن إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي في درسي أوراق الخريف بالباستيل أحتاج ألوان الباستيل كراستي أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي كذلك أنصت جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأخيرا نتابع الدرس حتى ينتهي حتى أفهمه جيدا كذلك لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أتجنب استخدام الأشياء الحادة كالمقص كالمشرط كالدبابيس إذا احتجت إلى استخدامها ألجأ إلى الكبار لمساعدتي إذن أتجنب استخدام الأشياء الحادة وأحافظ على النظافة قد ألجأ إلى استخدام الألوان أقص قصاصات من الورق فأحافظ أولا على نظافة يدي إذا اتسخت أغسلها بالماء والصابون وأحافظ على نظافة ملابسي كذلك كذلك أحافظ على نظافة المكان أين أضع النفايات؟ أضعها في سلة المهملات أحافظ على طاولتي نظيفة ومكاني دائما نظيف أوراق الخريف بالباستل لدينا هدف عام وهو أن يعرف الطالب والطالبة كيفية رسم أوراق الخريف وتلوينها بالباستل كذلك لدينا أهداف خاصة وهي أن يتعرف الطالب والطالبة على التنوع في أوراق الشجر في الشكل والحجم والتفاصيل ثانيا أن يظهر الطالب والطالبة تفاصيل شكل الورقة أثناء الرسم وثالثا أن يلون الطالب والطالبة باستخدام أقلام الباستل ورابعا أن يوضح الطالب والطالبة إبداع الخالق والقيم الجمالية في الأوراق حيا نراجع الدرس الماضي قلنا أن الأوراق الخضراء أوراق النباتات تكون خضراء يامعة وجميلة لكن ماذا يحصل لها في فصل الخريف؟ تبدأ بالتساقط والذبول كما ترون يتغير لونها بعد أن كانت خضراء يامعة لدي هنا أوراق نباتات كما ترون كانت خضراء يامعة في فصل الربيع فحل بعد ذلك فصل الخريف ماذا حدث؟ اشتاعها الأصفرار قليلا فقليلا ثم أصبحت صفراء بالكامل كما ترون أوراق النباتات في فصل الخريف قد تكون صفراء قد تكون حمراء برتقالية تغير لونها بفعل ماذا؟ لدخول فصل الخريف على عليها أحسنتم رائع إذن تغير لونها كما ترون أصبحت بعض الأوراق صفراء مثل ماذا؟ مثل هذه الورقة صفراء بالكامل بعضها أصبح ورديا مائلا إلى اللون الأحمر إلى الأحمرار مثل ماذا؟ مثل هذه الورقة وبعضها أصبح بنيا مثل ماذا؟ مثل هذه الورقة أيضا أوراق خريف متساقطة على الأرض هي أوراق لنباتات وأشجار تساقطت على الأرض وذبلت تغير لونها بفعل فصل الخريف اليوم سوف نقوم بتلوين هذه الأوراق بعد أن رسمناها في دروسنا الماضية ورسمنا تفاصيلها وعروقها اليوم سوف نلونها باستخدام ألوان الباستل تعرفنا في دروسنا الماضية على ألوان الباستل كما ترون اليوم سوف نقوم باستخدامها ونتعلم كيفية التلوين بها رسمنا في دروسنا الماضية أنواع كثيرة للأوراق إذن أوراق كبيرة وصغيرة بتفاصيلها في درسنا الماضي لوننا هذه الورقة بأي ألوان؟ بألوان الباستل استخدمنا اللون الأخضر تدرجة الورقة إلى البرتقال إلى الأصفر وقمنا بدمج الألوان الآن سوف نستخدم ألوان أخرى على هذه الأوراق غير هذه الألوان البرتقالي والأصفر التي استخدمناها سوف نستخدم ألوان أخرى على الأوراق هيا نقوم بذلك سوف نستخدم أيضا اللون الأخضر مع اللون الأحمر سوف نلون ورقة الباستل باللون الأخضر كانت خضراء فاشتعى هاللون الأحمر في فصل الخريف هيا نقوم بالتلوين نلون أولا المساحة البيضاء كما ترون بألوان الباستل بطريقة إذا خرجت عن المساحة البيضاء أو عن ورقة الشجرة التي رسمتها ماذا أستخدم أستخدم المساحة تساعدني المساحة في تنظيف الورقة كما ترون بهذا الشكل جزء منها أحمر أخضر وجزء آخر أحمر كما ترون الآن سوف أقوم بدمج ألوان الباستل على الورقة ألوان الباستل ملمسها مثل الطباشير سوف أقوم بدمج اللون الأخضر بالبداية بإصبع نظيف بهذا الشكل وسوف أدخل من اللون الأخضر على اللون الأحمر بهذا الشكل وأدمج الآن اللون الأحمر بهذا الشكل تداخلت الألوان كما ترون أخضر كانت خضراء ثم في فصل الخريف أصبحت مائلة للأحمرار كما ترون أقوم بتنظيف رسمتي إذا اختفت التفاصيل كما ترون لم تعد ظاهرة ماذا أفعل؟ أعود برسمها مرة أخرى باستخدام قلمي الرصاص هذا قلمي جاهز أقوم برسم التفاصيل بهذا الشكل حتى تظهر من جديد كما ترون بهذا الشكل وإذا أخطأنا نمسح الأخطاء بهذا الشكل بعد ذلك أنظف يدي أين أضع النفايات أضعها أحسنتم في سلة المحملات الآن لدي ورقة ثالثة صغيرة الحجم سوف أقوم بتلوينها أيضا باستخدام ألوان الباستل الآن سوف أقوم بدمج اللون البرتقالي مع اللون الأصفر بدون استخدام اللون الأخضر هيا نرى نبدأ باللون الفاتح الأصفر كما ترون بعد ذلك اللون البرتقالي تعلمنا في الدرس الماضي وفي الدرسنا هذا كيف أقوم بدمج ألوان الباستل الآن ماذا أفعل أقوم بدمجها باستخدام أصابعي أبدأ باللون الفاتح أغطي كل الورقة وأدخل من اللون الفاتح على البرتقالي لأنه أغمق من الأصفر بهذا الشكل حتى تندمج وتتداخل الألوان مع بعضها كما ترون بهذا الشكل إذا احتجت أيضا أن أرسم التفاصيل وأعيد رسمها أستطيع ذلك كما ترون عروق ورقة النبات هكذا رسمنا لونناها بألوان متعددة كما ترون الورقة الأولى في درسنا الماضي استخدمنا ثلاثة ألوان أخضر برتقالي أصفر أستطيع أن أدمج الألوان التي أريدها استخدمنا ثلاثة ألوان في درسنا هذا استخدمنا لونين نستطيع أن نستخدم ألوان ثلاثة اثنان أو لون واحد نلون ورقة الخريف ورقة النبات بلون واحد من ألوان الباستل نستطيع ذلك تعلمنا كيف ندمج الألوان ونجعلها تتداخل مع بعضها بهذا الشكل بعد أن انتهينا من التطبيق العملي لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته